بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف دلوقتي يا جماعة مجموعة من الافلام بتاعت الاكس راي هي دي الافلام اللي قريدي موجودة واحتمال تيجي افلام غيرها لو جات افلام غيرها هنبقى حرصين تبقى نفس صورة الافلام اللي انتو شاهدوها دلوقتي واضح قصادي مجموعة من الفكرات اهي عايز اتعلم ازاي عد الفكرات طبعا الحتة البيضة دي كلها ده جزء من اللي سقل جزء من اللي سقل هتدي عد بقى يبقى المفروض ده اول حتة بعد الجمجم على طول يبقى المفروض ده اللي سبين بتاع سي واحد اللي سبين بتاع سي اتنين اللي سبين بتاع سي تلاتة اللي سبين بتاع سي اربعة اللي سبين بتاع سي خمسة اللي سبين بتاع سي ست طب ما أنا عندي مشكلة إن أنا خدت أصلا إن C1 اللي اسمها أطلس لا تمتلك سبين قال لا لا تمتلك سبينه مال ده إيه بقى ده اسمه مش سبين of C1 لا posterior arch of C1 posterior posterior arch of atlas أو posterior arch of C1 ويبقى ده اللي اسمه بتاع C2 اللي اسمه بتاع C3 اللي اسمه بتاع C4 اللي اسمه بتاع C5 اللي اسمه بتاع C6 أنا عايز أتأكد إن ده اللي اسمه بتاع C2 أقول لكم يا جماعة أتأكدت إزاي بيبقى أعرض سبين أدخل سبين أعرض سبين هو اللي سبين بتاع C كام؟ بتاع C2 يبقى أعرض سبين بتاع C2 ويبقى ده البوستيريور أرش بتاع الأطلس سبين of C2 سبين بتاع C3 سبين بتاع C4 سبين بتاع C5 سبين بتاع C6 وطبعا الفقرات هاي أدي البودي بتاع C4 سبين بتاع C4 رقم واحد رقم اثنين رقم تلاتة رقم اربعة رقم خمسة رقم سبين يبقى وأول ما حيجيلي أي فيلم أي فيلم في سنة تانية حقول دايما نوع الفيلم بلين اكسرش بلين اكسرش رقم الفيلم داي جماعة مهم جدا 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 احنا حنتفق اتفاق العظم بيبان أبيض ولو فيه هوا يبان أسود العظم يبان أبيض ولو فيه هوا يبان أسود أول ما حيجيلي فيلم أشعف سنة تانية حقول ان نوع الفيلم بلين اكسرش واضح ان ده منظر جانبي ليه أصلي يا جماعة بيظهر فيه قربة واحد لو زهر قربة واحد الأسود ده يبقى نوع الفيلم منظر جانبي بصوا بقى يا جماعة انا هشتغل منظر جانبي ازاي أولا واضح ان العظمة دي هي المندبل واضح ان الحتة دي في المندبل اسمها ريمس واضح ان الحفرة اللي في القبر بارت بتاع الريمس اسمها مانديبولارنوش مانديبولارنوش الحتة دي هي الرص بتاعة المندبل ومدام دي شايفين بيضا زي يا جماعة مدام دي الرص بتاعة المندبل يبقى الجوينت ده اسمه تمبرو منديبولار جوينت تمبرو منديبولار جوينت ومال ايه دكتور الابيض اللي وره ده يبقى برضو عظم الابيض اللي وره ده يبقى مستويد بوروسس مستويد بوروسس دلوقتي انا عايزة حدد اربعة بارانيزل سينسس البرانيزل سينسس يبقى جواه هوى واحنا قلنا الهوى يبني ايه يا جماعة اسويد طب اعرفهم ازاي اول حاجة حدد الحطة البيضة الكيرفت دي الحطة البيضة الكيرفت دي اسمها فصفور بيتيوتري بلانت او سلة تورشيكا سلة تورشيكا يبقى يا جماعة اول ما بعمل بحدد الحطة الكيرفت البيضة دي اهي دي اسمها سلة تورشيكا الاسود اللي تحتيها وقدامها بشوية شايفين يا جماعة الاسود اللي تحتيها ده وقدامها في نفس الوقت كل ده اسمه سفينويدال اير سينس سفينويدال اير سينس اهو واضح ان السفينويدال اير سينس خلصت هنا شايفين الخط الابيض ده ده يبقى عضم طب ما هي دكتور فيه بعد الخط الابيض ده فيه سواده السواد ده اسمه اسمويدال اير سينس اسمويدال اير سينس لو انتوا لاحظتوا الاسمويدال اير سينس موجودة قدام السفينويدال يبقى لو دي سفينويدال يبقى اللي قدامها دي اسمويدال والفصل بينهم خط ابيض عضمه وما لقى يا دكتور السواد ده واضح ان السواد ده فوق السنان على طول فوق السنان العلوية مدام دي السنان العلوية يبقى المفروض دي منطقة المجزلة السواد اللي فوق السنان على طول اللي موجود في منطقة المجزلة اسموه مجزلة اير سينس لو انتوا لاحظتوا كده الاسمويدال اير سينس فوق وتحتها المجزلة اير سينس تحتها مجزلة اير سينس طبعا احنا اتفقنا ان ده الاوربت اهو ليس وده السواد اللي فوق الاوربت اللي ممكن يبقى اوضح من كده ده ما كانوا يا جماعة اهو الحتة السودة اللي فى الابيض دي دي اسمها فرانطال اير سينس يبقى الفرانطال اير سينس شرطها انها تبقى فوق من يا جماعة الاوربت طبعا الحتة دي دي الانجل بتاعت الماندبل انجل اوف ماندبل نيجي لعد الفرتبري اللي ستطلبها يا جماعة يبقى اول واحدة دي مش سباين احنا قلنا نسميها بوستيليور ارشو اوف اطلس ادخن واحد يبقى بتاع سي اتنين يبقى ده اللي سباين بتاع سي تلاتة سباين بتاع سي اربعة اللي سباين بتاع سي خمسة وهكذا حقول السينس تاني احنا بنحدد الفصة بتاعة البتيوتر ايجلاندا او السلة تورشكا الابيض الكيرفت دي يبقى السواد اللي تحتها وقدامها ده السفينويدل اير سينس اللي قدام السفينويدل ده يبقى سمويدل اللي تحت الاسمويدل وفوق الاسنان العلوية مباشرة ده يبقى مجزلة لير سينس اشتركوا في القناة شكرا